أنا أعود إلى هذه المباراة عندما اختار بالماضي مالي هو يعي ما يريد مثل ما اختار المالي وهو يعي ما يريد مثل ما أيضا استدعى عريبي وهو يعي ما يريد أيضا الذين انتقدوا هذا اللاعب كثيرا أذكرهم بأن الجزائر ليست فرنسا ولا البرازيل ولا الأرجنتين يعني اللاعبين الذين يتمتعون بمستوى عالي في هذا الخط هم بالكاد لا يعدون حتى على الأصابع في الجزائر لذلك عندما تجد أن إسلام سليماني في تراجع وديلور مصاب ونجاح في توقف بطولته في قطر لم يعمر منذ أكثر من سنة لم يستطع أن يفرض نفسه حتى في الفريق السويسري المتواضع لذلك بالماضي ما زال يبحث عن بعض البودلاء ولو في ظروف جد قاسية مثل ما هو عليه الحال اليوم للذين انتقدوا عريبي تخيل يا عباد عندما أخذ عريبي بالماضي عندما أخذ عريبي من منتخب المحلي قالوا لك لماذا أخذه من بوغرة وأحضره في هذا المصف صار عريبي هالاند يعني وكأنه أخذ هالاند من بوغرة عندما نزيح طرح بوغرة يصبح عريبي وكأنه لاعب حي لا يفقه مداعبة الكرة لذلك علينا أن نخترم خيارات المدرب ننتظر توظيف هذا اللاعب أو ذاك لا نحكم على هذا اللاعب الذي كان في الموسم الماضي فقط هدف دوري في إفريقيا لذلك الكل أجمع بأنه يعاني من ناحية سيكولوجية عريبي ربما توظيف عريبي عنده بالماضي يختلف عنه وهو يوظف في شباب الوزداد أو في منتخب المحلي الذي لم يستطع أيضا أن يجد ظلته لذلك علينا أن نحترم خيارات المدرب ننتظر إجراء المباراة وتوظيف هذا اللاعب وقالها بالماضي بصريح العبارة قال لك أنا أعجبت بطريقة تنشيط للهجوم وليس بالضرورة يعني زيارة الأهداف ولو أنه يتمنى أن يزور حتى شبهه ببنجاح في بدايته وببنزيمة أيضا من حيث طريقة اللاعب